السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس محمد رجعنا لكم فيديو جديد حاليا فترة انتشار حشرة عثة الغبار رح نحكي عن موضوع حشرة الفراش او عثة الغبار او حلم الغبار ان شاء الله بهذا الفيديو رح اوضحي لكم اسباب تواجدها في المنزل والمرض الخطير اللي ممكن تسبب اللي هو حساسية عثة الغبار المنزل وطرق المكافحة احنا تم شريحها في فيديو ثاني رح يتم يكون موجود ان شاء الله في الوصف وراح ان شاء الله نتطرق لمواضيع او معلومات جديدة واي استفسار ياريت تتواصل معنا على التعليقات زي ما عودناكم دائما عثة الغبار او حلم الغبار او احنا نحكي لها مجازيا حشرة بوس هي ليست حشرة هي من نوع الحلم صغيرة الحجم وهي ليست حشرة نفس ما حكت لكم سبب التسمية بهذا الاسم من حشرات الفراش او عثة الغبار لانه تواجدها بالقرب من الفراش او المخدات او الجنابي او المكان اللي احنا بننام فيه عشان هيك تم تسميتها بهذا الاسم دورة حياتها تضع الانثى حوالي 40 الى 80 بيضة فرادة او في مجموعات صغيرة وبعد الفقس تتحول او تصبح يرقات بعدها الى حريات و الى العث او الحلم الكامل دورة حياتها ثلاث شهور او تحتاج يعني حتى تفقس من بيضة الى حشرة كاملة شهر واحد و دورة حياتها ثلاث شهور التغذية تتغذى على الجلد الميت وهي راح نعيدها كمان شوي في اعراض الحساسية او التحسس انواع اثة الغبار العديد منها هاي الانواع منها اثة الطيور او حلم الطيور حلم الانسان حلم الفقران حلم الجرب و حلم الحبوب هاي انواع مهمة لانه تتواجد في معظم الاماكن حساسية اثة الغبار اللي هو المرض الخطير اللي بتسببه هاي النوع من انواع الحلم ما بدنا نحكي عنها حشرة لانه هي هي نوع من انواع الميت الحلم هي عبارة عن ردة فعل تحسس تجاه هاي الحلم الصغير او الحشرة الصغيرة التي يعني بتكون موجودة في الغبار او الفراش او السجاد او المكيت اثناء تواجدنا في المنزل تتغذى على الجلد الميت وتعيش في الاماكن الرطبة اهم الاعراب اللي تحسس او عثة الغبار هي عطس متكرر احمرار في العيون احتقان بالانف سيلان في الانف ايضا تجنب قحة او سعال متكرر الاصابة بالربو يعني من الحشرات الخطيرة من انواع الحلم الخطير اللي بيكون موجود في المنزل اسبابه السبب الرئيسي هو تواجد الرطوبة في المنزل اسباب حساسية عثة الغبار كيف الانسان بصاب في حساسية عثة الغبار عن طريق الغبار المحمل بفضالات الحلم الناتج عن التغذي على الجلد الميت هاي اهم النقاط اللي حبيت اشرح لكم اياها عن عثة الغبار المنزلة الحشرة البيضة الصغيرة اللي ممكن نشوفها احنا في المنزل اللي بتسبب اضرار كثير للانسان وخصوصا الاطفال الصغيرة بتسبب لهم مشاكل تنفسية ممكن تأدي الى الاصابة في الربو طرق المكافحة نفس ما حكيت لكم اول الفيديو احنا شرحينه في فيديو سابق راح اترك لكم اياه اسفل الوصف وان شاء الله انه هذا الفيديو نال اعجابكم اي استفسار او اي ملاحظة يريد تكتبونا اياه اسفل الوصف اه ولا تنسوا اخر شي عمل لايك واشتراك في القناة وشكرا لكم